تخيلي لوهلة أن ليلك الهادئ ليس كما تظنين النافذة التي تترك مفتوحة تبدو بسيطة لكنها بوابة لأشياء كثيرة قد لا تخطر لك على بال من هو الذي يدخل بيتك وأنت نائمة؟ أهو الهواء البارد الذي يحمل معه اضطراب نومك؟ أم أصوات وضوضاء تربك هدوء عقلك؟ أم ربما طاقة غريبة تتسلل لتسرق من كراحة البال؟ في هذا الفيديو ستكتشفين أسرارا لم تتوقعها أبدا كيف يؤثر ترك النوافذ مفتوحة طوال الليل على صحتك الجسدية حالتك النفسية وأمان بيتك دون أن تشعري لن يضيع وقتك هنا بل ستخرجين بمعلومات تغير نظرتك لعاداتك اليومية وستعرفين ما الذي عليك فعله لتجعل بيتك أكثر أمانا ونومك أكثر راحة جهز نفسك لتسمع ما لم يقال من قبل لأن ما قد يدخل من نافذتك المفتوحة أعمق بكثير مما تتخيلين فضلا اضغط إعجابا واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد في الليالي المظلمة قد يظن البعض أن ترك النافذة مفتوحة طوال الليل مجرد عادة بريئة لتجديد الهواء أو إدخال نسمة باردة تساعد على النوم لكن الأبحاث الحديثة تكشف أن هذه العادة تحمل في طياتها ما هو أبعد من ذلك بكثير دراسات نشرت في مجلات علمية مرموقة مثل Sleep Medicine Reviews و Journal of Environmental Psychology تؤكد أن التعرض المستمر للهواء الخارجي أثناء النوم قد يحدث اضطرابا في دورة النوم العميق حيث يؤدي دخول الأصوات غير المرئية كأزيز السيارات البعيد أو نباح الكلاب أو حتى ضجيج الرياح إلى ما يعرف بي الاستيقاظ الميكروي وهو استيقاظ قصير لا نشعر به لكن يقطع استمرارية النوم ويضعف من جودته والأخطر من ذلك أن هذه المقاطعات الصغيرة تراكمية ومع مرور الوقت تسبب شعورا بالإرهاق المستمر ضعف التركيز وزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب والطرابات القلق ومن زاوية أخرى يشير علماء علم المناعة إلى أن ترك النافذة مفتوحة قد يسمح بدخول ملوثات دقيقة غير مرئية مثل جزيئات الغبار الدقيقة حبوب اللقاح وحتى المواد المسببة للحساسية دراسة حديثة في European Respiratory Journal أظهرت أن النوم في بيئة ملوثة يزيد من فرص تهيج الشعب الهوائية ويضاعف خطر الإصابة بالرو أو الحساسية المزمنة هذا يعني أن ما يدخل من نافذتك المفتوحة قد لا يكون مجرد هواء نقي بل خليط غير متوازن من عناصر تؤثر في جهازك التنفسي وتستنزف مناعتك ببطء ولا يقف الأمر عند حدود الجسد بل يمتد إلى النفس الأبحاث في Journal of Environmental Psychology تبين أن الإحساس بعدم الأمان أثناء النوم ولو كان غير واع يرفع مستويات هرمون الكورتزول في الدم وهو الهرمون المسؤول عن التوتر مجرد فكرة أن نافذتك مفتوحة وأن أي صوت غريب أو حركة هواء قد تعني تهديدا غير متوقع كفيلة بزرع شعور غامض بالقلق يرافقك طوال الليل هذا القلق اللاشعوري لا يقلل فقط من جودة نومك بل يضعف ثقاتك الداخلية بالمساحة التي تعيش فيها وهو ما يعرف في علم الاجتماع بمفهوم أمان الحيز الشخصي ولعل أكثر ما يثير الانتباه أن بعض الدراسات في علم الحشرات أثبتت أن ترك النوافذ مفتوحة ليلا يزيد من احتمالية دخول الحشرات الصغيرة مثل البعوض الذي لا يجلب معه إزعاجا فقط بل قد ينقل أمراضا مثل حمى الضنك أو الملاريا في بعض المناطق والملفت أن الدماغ يظل في حالة تأهب دائم لمقاومة هذه التهديدات الصغيرة مما يحرك من النوم العميق المرمم الذي تحتاجه خلاياك العصبية لترميم ذاكرتك وتنظيم مشاعرك إن ترك النافذة مفتوحة طوال الليل يبدو للوهلة الأولى اختيارا بسيطا لكنه في العمق يفتح المجال أمام سلسلة من التغيرات الدقيقة التي تمس صحتك الجسدية صفاءك النفسي وأمانك الاجتماعي وما بين نسمة هواء قد تظنينها مريحة وبين مخاطر غير مرئية تتسلل مع تلك النسمة ستدركين أن القرار ليس عفويا كما يبدو كلما تعرفت أكثر على خبايا هذه العادة كلما صرت أكثر وعيا بقدرتك على حماية نفسك بيتك ونومك من تأثيرات قد لا ترى بالعين المجردة لكنها تنعكس على حياتك بأكملها حين تتأملين ما وراء التفاصيل الصغيرة تكتشفين أن العادات اليومية ليست بريئة كما تبدو فالنافذة التي تترك مفتوحة طوال الليل ليست مجرد فتحة للهواء بل منفذ لعالم كامل من المخاطر الخفية كل نسمة هواء غير مراقبة قد تحمل معها اضطرابا لنومك كل ذرة غبار متسللة قد تتحول مع الأيام إلى مرض مزمن وكل صوت غريب يتسلل في صمت الليل قد يزرع في داخلك قلقا لا شعوريا الأمر لا يتوقف عند حدود الجسد فقط بل يمتد إلى العقل والروح فحين يقطع نومك العميق مرارا تتراكم في ذهنك مشاعر التعب تقل قدرتك على التركيز ويصبح مزاجك هشا أمام ضغوط الحياة اليومية ومع تراكم الليالي يتشكل داخلك ما يشبه السلسلة الثقيلة التي تكبلك دون أن تشعر فلا يعود الصباح بداية جديدة بقدر ما يصبح امتدادا لإرهاق البارحة هذه ليست مبالغة بل حقيقة أثبتتها الدراسات الحديثة في علم النفس وعلم النوم حيث أكد الباحثون أن النوم المضطرب يزيد من معدلات القلق والاكتئاب بنسبة تتضاعف مع الوقت والأخطر من كل ذلك أن ما قد يدخل من نافذتك ليس دائما ملموسا قد تكون حشرة صغيرة تحمل مرضا أو هواء ملوثا يرهق رئتيك أو حتى شعورا داخليا بعدم الأمان يسرق طمأنينتك وفي علم الاجتماع يعرف هذا الأثر بتآكل الحيز الآمن وهو حين يفقد الإنسان ثقته بمكان يفترض أن يكون أكثر أماكنه أمانا بيته وغرفته فما قيمة النوم إذا لم يكن مقرونا بالسكينة وما معنى الراحة إذا كانت محاطة بمخاطر صامتة تتربص بك الآن وبعد أن عرفت هذه الحقائق ستدركين أن القرار في يدك إما أن تترك نافذتك مفتوحة على مصراعيها وتسمح لعوامل لا حصر لها بالتسلل إلى حياتك دون إذن أو أن تحمي نفسك بقرار بسيط لكنه جوهري أن تغلق نافذة وتغلق معها بابا خفيا للمخاطر تذكري أن العادات الصغيرة تصنع الفارق الأكبر وأن النوم الآمن هو أساس الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية حين تغلقين نافذاتك الليلة ستكونين قد تخذت خطوة صغيرة لكنها عظيمة الأثر خطوة لحماية جسدك تهدئة عقلك وصون بيتك من كل ما لا يرى وبهذا يتحول الليل من باب مفتوح للقلق إلى حضن دافئ للأمان قبل أن تغادري سيظهر لك الآن فيديو عن أثر من ينام والقرآن يقل بجانبه شاهديه لتعرف السر الهادئ الذي يملأ الليل طمأنينة ترجمة نانسي قنقر